اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على ما تشهده العلاقات البحرينية الايطالية من تنام مستمر في شتى المجالات منوها سموه بما تليه المملكة من اهتمام في مواصلة تطوير علاقاتها على كافة الاصعدة بما يحقق التطلعات المشتركة للبلادين الصديقين ويسهم في رفض منجزات المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدة حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الايطالية روما معالي السيد جوزيبي كونتي رئيس وزراء ايطاليا بحضور عدد من اصحاب المعالي والسعادة للوفد الرسمي المرافق لسموه حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله إلى رئيس وزراء ايطاليا وتمنياتهما للجمهورية الايطالية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار منوها سموه بمستوى التعاون المشترك المتميز بين البلادين الصديقين والتي أسهمت في تحقيقه الزيارات الرسمية المتبادلة بينهما مؤكدا سموه على همية مواصلة تعزيز هذا التعاون في جميع المجالات والدفع به نحو أفاق جديدة في مسار العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق المزيد من الأهداف المشتركة والمستدامة للبلدين في القطاعات المختلفة ويعود على الشعبين الصديقين بالنفع والنمى واستعرض سموه مع رئيس وزراء ايطاليا المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبول مواصلة تعزيزها خلال المرحلة المقبلة إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية منوها بهمية توضيذ علاقات الشراكة في إطار الاتفاقيات التي سيتم توقعها بين البلدين الصديقين مشيرا سموه لأن هذه الاتفاقيات ستسهم في تقدم وتطور العلاقات لما ستسفر عنهم نتائج مثمرة في عدة قطاعات حيوية على مختلف المستويات ترجمة نانسي قنقر